هذه أبرز العناوين في يورونتينا يصدم سوفيان أمرابط بهذا القرار عن انتقاله إلى برشلونا خبر صادم بخصوص انتقال حكم زياج إلى باريسان جرمان في آخر لحظة تشافي سوفيان أمرابط لعب جيد جدا لكن لا يمكنني التحدث عن لعبين غير موجودين معنا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس في يورونتينا يصدم سوفيان أمرابط بهذا القرار عن انتقاله إلى برشلونا رحل نادي في يورونتينا الإيطالي رحيل لاعبه المغربي سوفيان أمرابط إلى صفوف برشلونا الإسباني قبل غلق المركات الشاتوية الجارية وبحسب صحيفة سبورت فإن برشلونا أراد ضم أمرابط حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مقابل 3 أو 4 مليون يورو مع خيار شراء غير إلزام بقيمة 40 مليون يورو وأضفت الصحيفة في يورونتينا رفض العرض المقدم من برشلونا لبيع أمرابط دون أن يحدد مطالبه المالية وخد سوفيان أمرابط 17 مباراة في الدور الإيطالي بقيمة في يورونتينا هذا الموسم منها 13 مواجهة كأساسية وكان أمرابط من الأعميدات الأساسية في تشكيلة المغرب الذي كتب التاريخ في مونديا القطر باحتلال المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وإفريقي في التاريخ البطولة يذكر أن سوفيان أمرابط كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتهم ليفيربول وأتلتيكو مادريد بعد تألق اللاعب في مونديا القطر خبر صادم بخصص انتقال حكيم زياش إلى باريسان جرمان في آخر لحظة دخل نادي باريسان جرمان الفرنسي في مفاوضات جدة مع نظره تشيلسي من أجل التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش في المركز الشتوى الحالية وفق ما أورده الصحفي بشبكة ريلوفو الإسبانيا ماتيو موريتو فإنه بعد تقدم الصفقة في الساعات الماضية وقع خلاف بين تشيلسي وباريسان جرمان بشأن أحد الشرط وتبع أن تشيلسي يرغب في أعراض زياش إلى باريسان جرمان مع إلزامية الشراء فيما يفضل باريسان جرمان استعارات المغرب على أن يكون الشراء اختياريا وليس إلزاميا وكان الصحفي الإيطالي فبريزي رومانو قد أكد يوم الاثنين وجود مفاوضات متقدمة وجادة بين باريسان جرمان وتشيلسي بشأن حكيم زياش بعدما أعطى الأخير موافقته على الصفقة وتأتي إمكانية رحيل زياش عن تشيلسي على هامش وضعه المتمثل في عدم استفادته من دقائق لعب كافية لعدم اقتناع المدرب جراهام بوتر بإمكانياته وأسلوب لعبه تشافي سوفيان أمرابط لاعب جيد جدا لكن لا يمكنني التحدث عن لاعبين غير موجودين معنا عبرت شافي هيرنانديز مدرب برشالون الإسباني عن استعداد ناديه للتعاقد مع لاعبين جدد خلال المركات الشاتوية معترفا بأن الدولي المغربي سوفيان أمرابط يعتبر أحد أهداف الفريق الكتالوني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات وقالت شافي هيرنانديز في ندوة صحفية سوفيان أمرابط بالتأكيد إنه لاعب جيد جدا لكن لا يمكنني التحدث عن لاعبين غير موجودين معنا وأضف مدرب البلوغران عن المركات الشاتوي قبل إصدال استطار عليه بساعة قليلة نحن بالطبع منفتحون على التعاقد مع لاعبين جدد وكان أمرابط قد غاب عن تدارب فريقين في رونتينا الصباح اليوم التلتاء فإذن لرفض النادي الإيطالي لعرض برشالون من أجل جلب اللاعب على سبيل الإعارة بمقابل يتراوح بين 3 أو 4 ملايين يورو مع خيار شيراء غير إلزامي بـ 40 مليون يورو مسؤولي مونبوليا الفرنسية حطونا الرحالة بالمغرب لحزم صفقة عطية الله حتى بعد أعضاء إدارة نادي مونبوليا الفرنسي لكرة القدم الرحال بمدينة الضار البيضاء يوم الاثنين للقاء السعيد ناصر رئيس الويداد الرياضي رغبة منهم في حزم صفقة الظاهر الأيصر للفريق الأحمر والمنتخب الوطني وذكرت جريدة إيسبورت أن مسؤولي الفرق الفرنسي سفروا إلى العاصمات الاقتصادية الضار البيضاء لوضع آخر اللمسات على العرض الذي قدمه النادي لللاعب حياطية الله بعدما تم تحسينه مديا بالمقارنة مع أول عرض قدمه مونبوليا ووضح المصدر نفسه أن هذا اللقاء سيكون هو الأخير بين مسؤولي مونبوليا ورئيس الويداد الرياضي حيث أن الكرة تبقى في ملعب الأخير لبيع ما تبقى من عقد اللاعب أو الاحتفاظ به إلى نهاية الموسم الكرة والحالية علما أن العرض المالي المقدم مغرر للفريق الأحمر بعد تحسينه وأشار نفس المصدر إلى أن عضية الله يسعى إلى تغيير الأجواء خلال المركات الشتوى الحالية وخوض تجربة احترافية بالملاعب الفرنسية من بوابة مونبوليا خاصة وأن الأخير قدم عرضا سينعيش خزينة الويداد ماديا يشار إلى أن رئيس الويداد الرياضي يسعى ليشارك عضية الله مع الفريق الأحمر خلال بطولة كأس العالم للأندياء التي سيحتضنها المغرب وهو ما قد يحرم اللاعب من التوقيع في كشفات مونبوليا الفرنسية في انتظار أن يحسم الاجتماع الأخير في مصاري اللاعب مدرب أوكلاند سيتي الويداد سيحاول تكرار إنجاز أصود الأطلس المونديالي في كأس العالم للأندياء أكد ألبيت رييرا مدرب نادي أوكلاند سيتي نيوزيلاندي لكرة القدم أن الويداد الرياضي سيعمل على تكرار إنجاز المنتخب الوطني المغربي في مونديا القطر وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندياء التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح من فبراير إلى غاية الحادي عشر منها وقال ألبيت رييرا في حوار المنتخب المغربي نفس بشكل كبير في كأس العالم وكان من بين أفضل المنتخبات المشاركة الكرة المغربية تنفسية وتطورت بشكل كبير وأضف المدحة تنفسها أعتقد أن الويداد في مونديال الأندية سيحاول تكرار إنجاز منتخب المغرب الأخير في كأس العالم إنه فريق رائع ووصل سيواجه خصما جيدا وسيكون لقاء ممتعا أن نشاهده ما يتنافسا سنستمتع بمباراة كبيرة ويلاقي الويداد الرياضي نظره ليلة السعود في الرابع من شهر فبراير المقبل على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولي عبدالله بالرباط لحساب ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندياء يشار إلى أن مباراة المونديال ستجرى بين الملعب الكبير بمدينة طنشا ولمجمع الرياضي الأمير مولي عبدالله بالرباط بمشاركة سبعة أنديات من مختلف القارات ضمنها ريال مادريد الإسباني وتلاتي عربي يتمثل في الويداد والأهل المصري والهيلة السعودية هذا وكانت بيعتة فريق أوكلاند سيتي نيوزيلاندي أول الواصل إلى مدينة طنشا وحطت بيعتة أوكلاند سيتي يوم الجمعة الماضي بمطار طنشا الدولي بكامل عنصرها حيث من المقرر أن تستقر بالمدينة على أن تواجه فريق الأهل المصري في افتتاح البطولة يوم الفاتح من فبراير ويشارك الفريق نيوزيلاندي في كأس العالم للأنديا للمرة العاشرة في تاريخها كبطل لدور أبطال أوكيانوسيا وسبق له أن احتل المركز الثالث في نسخة 2014 التي احتضنها المغرب يشار إلى أن أوكلاند سيتي سيواجه الأهل المصري في افتتاح المونديا لتو يوم الأربعاء بملعب طنشا انطلاقا من الساعة الثامنة مساءا هذه أبرز العناوين في يورونتينا يصدم سفيان أمرابط بهذا القرار عن انتقاله إلى برشلونا خبر صادم بخصوص انتقال حكم زياج إلى باريسان جرمان في آخر لحظة تشافي سفيان أمرابط لعب جيد جدا لكن لا يمكنني التحدث عن لعبين غير موجودين معنا اشتركوا في القناة